أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن طموحات دولة الإمارات اليوم مختلفة ونحتاج لأفكار مختلفة وكوادر مبدعة ودماء متجددة بشكل مستمر لتحقيق طموحات شعبنا وتوقعات العالم من حولنا جاء ذلك خلال ترأس سموه لجلسة عصف ذهني مع فريق عمله صباح اليوم بمكتبه في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حيث أضاف سموه نحن نقدر دائما من عمل ويعمل وسيعمل لدولة الإمارات وسنبقى في سعي مستمر لرفع مستوى معيشة مواطنين والخدمات المقدمة لهم وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الجلسة التي تم خلالها طرح العديد من الأفكار والمبادرات والمشاريع قال إن التفكير بشكل جماعي والحوار المفتوح مع فرق العمل يولد أفكار أفضل وأقرب دائما للنجاح وخاطب سموه فرق عمله بقوله الإمارات اليوم هي مصدر للأمل وأنموذج ولابد أن نكون على قدر هذه المسؤولية وأضاف سموه مخاطبا فريق عمله نريد منكم النشاط الدائم والأفكار المتجددة والتعلم المستمر والعزيمة القوية مضيفا سموه إن التغيير والتطوير هو سنة الحياة ولو أعدنا اليوم نفس الأفكار التي طرحناها قبل سنوات معنى ذلك أننا لم نتقدم وقال سموه هناك الآلاف من فرق العمل في الدولة الذين يصلون الليلة بالنهار من أجل رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار لأبنائها ونحن جزء من فريق واحد تجمعه رؤية واحدة وهدف نبيل هو خدمة شعب دولة الإمارات واستعرض سموه خلال اللقاء تطور وسير العمل وأهم الأفكار الجديدة الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والتي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الدبلوماسية العامة كما ناقش سموه مجموعة من مشاريع المكتب التنفيذي لسموه بالإضافة لمشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل مؤكدا سموه أن كافة مشاريعنا القادمة في الإمارات لابد أن تحمل مواصفات ومعايير تتوافق مع تنافسية الإمارات العالمية وسمعتها الدولية وتعزز في نفس الوقت من رفاهية المواطنين واستفادتهم من مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في الدولة حضر اللقاء مع علي شم المزروع وزيرة الدولة للشباب وسعادة عبدالله البسطي الأمين العام لمجلس الوزراء وسعادة سعيد العطر المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة وسعادة عبدالله بن طوق مدير عام المكتب التنفيذي والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة بالإضافة لسعادة مريم الحمادي مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للأداء والتميز الحكومي وسعادة هودا الهاشمي مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للإستراتيجية والابتكار وسعادة حصة بحميد مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للخدمات الحكومية والريادة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة